تعالوا نروح لانتخابات اتحاد كرة القدم البصري واللي المفروض النهاردة كان اليوم الاول لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الاتحاد وفي اليوم الاول لم يترشح احد لم يترشح احد هل دا له معنى؟ لا ملوش معنى اوي لانه لسه في ناس بتفكر ولسه في ناس بتراوح مكانها وبتاخد قرارها وفي ناس لسه بتجهز ورقها لان انتو عارفين الترشيح الرسمي له اجراءات ومستندات ورقية لازم تتقدم في ملف متكامل وفي ناس لسه بتعمل مشاورات حوالين الفريق اللي عايبقوا معاها لانه اي رئيس بترشح لرئاسة مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري لازم يبقى معاه مجموعة كاملة يعني هو بيقدم قايمة بيحط نفسه رئيس ومعاه نائب رئيس ومجموعة مش عارف بقى ستة ولا تمن اعضاء فبالتالي لازم يرشح القائمة بالكامل ففي ناس لسه بتعمل تربيطات ما بين هتيجي معايا لقى هتخش معايا هتتوافق معانا مش هتتوافق معانا هترشح لوحدك الامور دي بتاخد وقت وفي ناس كمان عندهم بعض التكتيكات الانتخابية كده انه مايحبش يحرق نفسه بدري لو اول يوم رشح نفسه بيبقى عرضة للضرب وللتخبيط وللهجوم وللتشويه وللكمين وللحاجات كتير فيقولك انا اصبر حد غيري ياخد الالم الاول قدوا بالكو دي كلها العاب موجودة في الانتخابات مش بس انتخابات تحاد الكورة انتخابات اي شأن رياضي او حتى الانتخابات السياسية ولكذا في لها تكتيكات والعاب طول الوقت في ناس حريفة فيها فجزء من الحرفانة فيها ان يقولك انا مااخدش الالم الاول انا سيب حد واحد اتنين يتقدمه كذا وبعد انا بعد الهلمة وبعد الدوشة وبعد الصداع قبل غلق باب الترشح او مقدم ورقي في سكون كده والدنيا تعد معايا خصوصا كمان اشوف القوام اللي هتتقدم قبلي شكلها عامل ازاي فيها قوة ايه فيها ضعف ايه ممكن اضع عمانة قائمة بناس تانية لو في لقيت قائمة اقوى كل دي تكتيكات انتخابية في كل الاحوال في كل الاحوال انا من اكثر السعداء ان في انتخابات لاتحاد الكرة لان ده له معنى واحد انتوا عارفينه طبعا ان اتحاد الكرة الحالي حيرحل وده في حد ذاته نعمة كبيرة جدا جدا وفضل من الله عظيم فضل من الله عظيم ان المسؤولين في اتحاد الكرة الحالي دول يغادرون بسلام مش عايز اقول بقى المأسوف عليهم ولا غير مأسوف عليهم يرحلوا خلاص بحلوهم بمروهم رغم ان احنا مشوفناش منهم حلو لكن يرحلوا المهم ان هم ايه يرحلوا كلهم مش حتة منه ما فيش حتة منه كلهم كل من اسهم في المشكلة لا يجب ان يكون جزءا من الحل قاعدة معروفة هات اي حد بتاع ادارة يقولك من كان سببا في المشكلة لا يمكن ان يكون جزءا من الحل الحل ايه ان اللي عمل المشكلة اللي عمل الاداء السيء اللي عمل السيستم البايز اللي عمل المشاكل اللي عمل الفوضى اللي عمل كل حاجة وعشة في منظومة كرة القدم يرحلوا ويجي غيرهم يحاولوا يصلحوا ما اخطأوا هو دا القاعدة وهو دا الصح وهي دي علوم الادارة السليمة فارجو ان احنا منشوفش حد منهم راجع تاني من خلال مجلس تاني او قايمة تانية او فريق تاني وإلا يبقى كأنك يا بوزيت مجازين ومشيت احمد وجبت الحاج احمد ويبقى شكرا جزيلا نتمنى بقى نتمنى بقى يا رب ان الجمعية العمومية اللي هي بتنتخب تراعي ربنا وتراعي ضمرها وتتقي الله لان اصواتها دي هي اللي حتجيب المجلس الجديد اللي حيدير المنظومة بتاعة كرة القدم وتجيب الاكفاء مش الاكفاء الاكفاء تجيب الاكفاء اللي عندهم خبرات ادارية مش رياضية انا مش عايز لعيبة كرة شطرة مش عايز لعيبة كرة كانوا كسرين الدنيا في الملاعب يا فرحتي ما هو المجلس الحالي في حازم محمد بركات واحد من اهم الاتنين اللي جون في تاريخ الكرة المصرية بس وبعدين انا عايز ايه درجية مش لعيبة عايز ناس بتاعة تخطيط واستثمار وادارة رياضية مش ترئيس وكبري وتشميس ارجوكو احنا مش بنعمل دورة رمضانية في كرة القدم احنا بنعمل ادارة لمنظومة تعتبر واحدة من اكبر منظومات نظرا لعدد الجباهير اللي تابع عليها تتكلم على مية مليون مشجع راضي على اختلاف انتبقاته فارجوكم ارجوكم اتقوا الله في اختياراتكم علشان حال كرة القدم ينضبط اديكم شايفين الدوري عامل ازاي بيبتل يوم وبيخلص وكس مصري بيتلعب السنة دي مع السنة اللي قابلها مع السنة اللي بعدها في نفس الموسم واني شايفين لجنة الحكام بيحصل فيها ايه وكل الاندية بتتخبط وكل الاندية بتهاجم وبتشوه لجنة الحكام والحكام اللي هم شدار احنا عايشين في فوضى كروية للقدم بشكل الحقيقة مزري مزري لا بد ان ينصلح هذا الحال دي نقطة مهمة ترجمة نانسي قنقر